أهلا وسهلا بكم من جديد يسعدنا أن نقدم لكم اليوم تطبيقا مميزا بناء على طلب أحد متابعين القناة الكرام هذا التطبيق اسمه .fixer يحل مشكلة شائعة واجهة الكثير مننا فقدان التاريخ الفعلي لالتقاط الصور ففي الكثير من الأحيان عند مشاركة الصور أو نقلها إلى هاتف جديد تفقد هذه الصور معلومات تاريخ التقاطها الأصلي فمع هذا التطبيق أصبح بإمكانكم الآن استعادة التاريخ الحقيقي لالتقاط صوركم بسهولة فكل ما عليك صديقي هو التوجه للتطبيق ثم تقوم بالنقرة التي العلامة الزائد يمكنك إعادة التاريخ الأصلي لجميع صورك بنقرة واحدة أو تكتفي باختيار هذا الخيار لكي تقوم باختيار الصورة التي تريد بعد ذلك تقوم صديقي باختيار تاريخ الفعلي لتلك الصورة فعلى سبيل المثل سوف نقوم باختيار تاريخ قديم جدا مثلا 1948 ثم نقوم باختيار الشهر واليوم كذلك سوف نقوم باختيار حتى الساعة مثلا بعد ذلك نقوم صديقائي نقرأ لهذه الخيارات لحفظ التاريخ في الصورة الآن دعونا نتوجه إلى تطبيق معرض الصور فكما تلاحظون صديقائي الصورة كانت في الأول في المعرض لأن التاريخ جديد يعني تم التقاط هذه الصورة اليوم ولكن قمنا بتغيير تاريخ الصورة إلى 1948 سوف نجدها في الأخير كما تلاحظون طبعا نقوم بالنقرة عليها ثم نقوم بالنقرة على كما تلاحظون صديقي التاريخ صار 1948 في يوم كذا وكذا والساعة كذا وكذا كما تلاحظون صديقائي من يعلم أنها في ذلك الوقت كانت كاميرا تهاتف أو كانت كاميرا يعني بهذه الجو دعونا نمر إلى التطبيق الثاني الرائع في هذه السلسلة حيث يمكنك من دبلجة الفيديوهات أي فيديو كيفما كان وفي أي منصة سواء يوتيوب أو فيسبوك أو أي كان فعلى سابق المثال دعونا نجرب أصدقائي مثلا على هذا الفيديو كما تلاحظون باللغة الفرنسية وكما تلاحظون لا توجد به ترجمة إذا توجهنا للكابشن ثم نضغط على فقط اللغة الإنجليزية فنحن نريد مثلا دبلجة هذا الفيديو إلى اللغة العربية يمكنك صديقي ترجمة يعني السبتاتلز أو الدبلجة نعم صديقي صراحة شيء رائع جدا كل ما عليك صديقي وأخضر بذلك الفيديو على هذا الشكل ثم تقوم بالبحث وشاهد معي أصدقائي الأعزاء صراحة شيء خرافي جدا كما تلاحظون تم ترجمة الفيديو إلى اللغة العربية ولكن هذه الميزة أصدقائي سوف تقوم بدبلجته لاحظ معي كل ما عليك صديقي أن تقوم بالسحب يعني خفض صوت المتكلم سوف نقوم برفع صوت الدبلجة يمكنه فهم وتعظيم استخدام نظام التشغيل الخاص بك وتحسينه بدأ ويندوز مع هذا الفيديو بعد الإبهام الأزرق مباشرة قبل ذلك الميزات الرئيسية كما سمعتم أصدقائي تمت دبلجة هذا الفيديو باللغة العربية حتى وإن كان لا يدعم ترجمة ولا دبلجة سوف نقوم أصدقائي العزاء بتجربة فيديو آخر على هذا التطبيق كما تلاحظون فعلى سبيل المثال سوف نقوم باختير مثلا هذا الفيديو كما لاحظتم لا يتوفر على ترجمة ولا دبلجة كما تلاحظ سوف نتوجه إلى تطبيقنا ثم نقوم أصدقائي بلسق ذلك رابط الفيديو ثم بعد ذلك أصدقائي سوف ننتظر ريسة ما يعطينا الترجمة باللغة العربية كما تلاحظون أمامكم والآن سوف نقوم أصدقائي بالنقر على لدبلجة الفيديو كما تلاحظون سوف نقوم أصدقائي بسحب صوت المعلق إلى الآخر لخفض لخفضه ثم نقوم برفع صوت الدبلجة ثم بعد ذلك نستمع كما تلاحظون أصدقائي تمت دبلجة هذا الفيديو للغة العربية حتى وإن كان لا يتوفر على ترجمة ولا دبلجة في اليوتيوب نعم أصدقائي تطبيق صراحة خرافي جدا سوف يمكنكم من دبلجة الفيديوهات وترجمتها لأي لغة بالرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها فيسبوك إلى أنه ما يزال ينقصه بعد المزايا الأساسية التي نحتاجها ومنها إمكانية حذف جميع رسائل الماسنجر دفعة واحدة لذا إذا كنت تود حذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة فيمكنك صديق الاستعانة بهذا التطبيق الرائع حيث يتيح لك إزالة جميع رسائل الفيسبوك بضغط واحدة فلا سبق المثال سوف نقوم أصدقائي بتجربة تحذف الرسائل الماسنجر تقوم صديقي بالنقل على هذا الخيار بعد ذلك سوف يعطيك هذا الخيار تقوم بالتأشير عليه وسوف يقوم بالتأشير على عشرون محادثة يمكنك صديق الان أن تقوم بالضغط لهذا الخيار ديلت كونفيرسيشن وسوف يقوم بحذف جميع المحادثات التي قمت بالتأشير عليها كما تلاحظون أصدقائي بطريقة آلية وبشكل أوتوماتيكي سوف يقوم بحذف جميع الرسائل بدون تدخل منك نعم تم حذف الرسائل الأصدقائي كما تلاحظون سوف نتوجه ونرجع إلى الوراء سوف نجد هذا الخيار الرائع جدا في التطبيق يمكنك صديقي تنزيل جميع حالات أصدقائك على الفيسبوك دفعة واحدة من خلال هذا الزر كلنا لدينا صور رائعة جدا ولكن نظهر بوجهنا يعني عينان مغمضتان أو مثلا حركة بالوجه غير طبيعية فمن خلال هذا التطبيق أصدقائي عن طريقة ذكال إصطناعي يقوم بتحسين الصور بطريقة رائبة جدا وواقعية فكل ما عليك صديقي واختيار الصور التي تود ثم بعد ذلك في تواني معدودة سوف يقوم بتعديلها وجعلها أكثر واقعية وطبيعية للغاية وسوف يقوم بتعديل تلك الملامح كما تلاحظون مثلا هذه الصورة يعني صارت أكثر واقعية وصارت رائعة جدا كما تلاحظون أننا قمنا بعمل زوم للصورة انظر معي كيف كانت أصدقائي وكيف صارت بهذا الشكل الرائع جدا يعني لن يغير أي شيء من الملامح ولا الوجه ولا إضافة ولا أي شيء دعونا أصدقائي نجرب تطبيق أو صورة أخرى على رجل مع سبيل المثال كما تلاحظون مثلا هذه الصورة شاهد معي كأنني نائم من خلال هذا التطبيق بالتطبيق بتواني معدودة صديقي سوف يقوم بتعديل الصورة وجعلها أكثر جمالا عن طريق هذا التطبيق الرائع في تواني معدودة كما تلاحظون أصدقائي سوف يعطيك النتيجة شاهد كيف كانت وكيف صارت أصدقائي بصراحة تطبيق رائع جدا يمكنك صديقي أن تقوم بحفظ الصور من خلال هذا السامن في الأسفل على اليسار تطبيق صراحة رائع جدا من أفضل التطبيقات للتحرير والتعديل على الصور أما التطبيق الخامس فوائد عبارة عن أداة رائعة جدا للبحث عن العبارات في الأفلام والمسلسلات التلفزية يمكنك كتابة أي عبارة تريده وسيقوم التطبيق بعرض مقاطع فيديو قاصرة تحتوي على تلك العبارة من مختلف الأفلام والمسلسلات فكما تلاحظون مثلا إذا قمنا بكتابة هذه الجملة شاهد معي النتيجة كما لاحظتم أصدق العزاء صراحة فكرة التطبيق خارج الصندوق جديدة جدا يمكنك إضافة أي كلمة فقط من خلال هذا الخيار وسوف يستخرج لك أي شخص نطق بتلك الكلمة سواء في مسلسل فيديو في سكيتش أو أي إن كان كما تلاحظون مثلا هذه الكلمة فكما تلاحظون تطبيق صراحة مسل جدا ورائع يمكنك استخدامه لتعلم اللغات فمثلا يمكنك استخدام حوارات الأفلام لتعلم وممارسات اللغات أو مثلا لإنشاء المحتوى يمكنك العطور على مقاطع رائعة جدا لإستخدامها للمحتوى الخاص بك أو مثلا يمكنك استغلال التطبيق للحصول على مقاطع مضحكة واستغلالها أو إدراجها في محادثاتك سواء على واتساب أو ميسينجر أو غيرها تطبيق صراحة بفكرته خرافية جدا وجديدة تطبيق السالس سكرين ستريم وأداة رائع جدا تتيح لك عرض شاشة هاتفك على أي متصفح سواء على حاسوب هاتف آخر أو أي إن كان كما تلاحظون التطبيق وجهته بسيطة جدا لديه خيارين خيار Global Mode وخيار Local Mode سوف نقوم أصدقائي باختيار Local Mode هذا الخيار يستخدم عزيزي معيار MPG للبث داخل الشبكة المحلية بدون الحاجة إلى الأنترنت فمثلا لديك هاتف ثاني وتريد مشاركة شاشة هاتفك مع الهاتف الثاني سوف لن تحتاجها إلى الأنترنت كما تلاحظون أصدقائي سوف نقوم بالتجربة أمامكم سوف أقوم بتفعيل التطبيق من خلال هذا الخيار بعد ذلك أقوم بنشر أو إرسال هذا الرابط للهاتف الثاني الخاص سوف أستقبل الرسالة على هذا الشكل سوف أقوم بنسخ الرابط بعد ذلك سوف أقوم بفتحه في المتصفح كما تلاحظون أصدقائي عند فتحه في المتصفح مباشرة سوف تظهر لي شاشة هاتفي على الهاتف الثاني كما تلاحظون هاته الميزة أصدقائي لم تحتاج إلى أنترنت أما خيار جلوبال مود أصدقائي عندما تقوم باختياره فسوف تحتاج إلى أنترنت كذلك عندما تقوم بتفعيل التطبيق لا بد أن تقوم بأخذ الباسورد وكذلك اليوزرنام لإرساله لصديقك أو مثلا وضعه في المتصفح حتى تتمكن من مشاركة شاشة الهاتف الخاص بك مع هاتفك الثاني أو مع حاسوبك أو مثلا مع شاشة هاتف صديقك للاستمتاع بمشاهدة مثلا شيء معين في هاتفك ومشاركتها مع شاشة هاتف صديقك والاستمتاع في آن واحد نعم أصدقائي تطبيق صراحة رائع جدا لن تحتاج إلى كيبل ولا أي شيء فقط هذا التطبيق